السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نرقي ويندوز عشرة الى ويندوز حداشر بدون حضرتك تفقد التطبيقات ولا البرامج ولا الملفات اللي انت شايلها على سطح المكتب او في لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. زي ما حراك شايف كده معي انا الويندوز بتاعي دلوقتي ويندوز عشرة والجهاز بتاعي اللي يدعم ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو وفي نفس الوقت انا عايز ارقي نسخة الويندوز من ويندوز عشرة لويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو بدون مسئد التطبيقات ولا البرامج اللي انا نسبتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا ولا حتى الملفات اللي انا اشايلها على ده اللي احنا بإذن الله نتعلمها بعض في الفيديو بتاعنا. الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها بإذن الله ان احنا نفتح المتصفح الخاص بينا ونجي في خانة البحث دي نكتب كلمة ويندوز حداشر ونضغط على من لوحة المفاتيح ونختار الموقع بتاع شركة ميكروسوفت عشان نبدأ ننزل نسخة ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو ابدأ انزل تحت واختار اللي هو تنزيل تمام لقول طبعا هحدد نوع النسخة اللي انا هنزلها هي طبعا نسخة ويندوز حداشر ابدأ اضغط على تنزيل الان وانتظر لما يتم التحقق وبعد كده اختار لغة نيجي في الخطوة دي خطوة مهمة جدا جدا ان انت لازم تنزل نفس اللغة اللي كان موجود عليها نظام التشغيل الخاص بيك ويندوز عشرة يعني انا لو كان نظام التشغيل الخاص بيه الاصلي لغة عربية يبقى انا لازم انزل ويندوز حداشر باللغة العربية لو كان انجليزي يبقى لازم انزله باللغة الانجليزية فبما ان انا كنت مثبت اه الويندوز بتاع عشرة باللغة العربية يبقى لازم انزل اه ويندوز حداشر اه اربعة وعشرين اتش تو باللغة العربية. اضغط على تأكيد. انتظر الحديث ما يتم التحقق. وبعد كده حركة تضغط على اللي هي تنزيل. هتنتظر طبعا لما النسخة تبدأ في التحميل معك. زي ما حركت شايف كده النسخة بدأت تظهر معايا. هتبدأ تضغط على بدء التحميل. طبعا انا هوقف الفيديو الى حين اللي انتهاء من التحميل وارجع كمل معك مرة تانية عشان ما اطولش عليك الفيديو. بعد الانتهاء من تحميل النسخة تظهر معايا على سطح المكتب بتاعي او انا جبتها من المكان اللي حملتها فيه. الدول اللي حاطتها على سطح المكتب عشان انا اشرح لحضرتك ايه اللي انا هعمله. تبدأ تقف عليها تبدأ تعمل عملية فق ضغط ليها ببرنامج وين رار. تمام? تاخد الخيار الاخير. وتنتظر لحديث ما يتم فك آآ الضغط عن هذه النسخة. زي ما حركت شايف كده بدأ يظهر معايا الملف اللي هيتم فيه فك ضغط النسخة. زي ما حركت شايف كده تم الانتهاء من فك ضغط النسخة ابدأ افتح الملف اللي انا افكيت فيه الضغط. تمام? هتبقى فيه ملفات الويندوز بالصورة اللي حضرتك شايفها دي. هابدأ اقبارها شوية عشان تشوفها معايا. تمام? هتبدأ كل اللي هتعمله حضرتك ان انت تضغط على ملف ده. تمام? هتضغط على نعم. وتنتظر لما تبدأ عملية استطاب. زي ما حضرتك شايف كده تبدأ عملية استطاب. ابدأ اضغط على التالي. وانتظر لحد ما يتم التحقق من التحديثات. طبعا في الافضل في الوقت ده ان انت تكون فاصل الانترنت عن جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. ترجمة نانسي قنقر هيبدأ يتم تجهيز بعض من الاشياء. هيتم فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. وهل هو يدعم ويندوز 11 ولا لا? وهوري لحضرتك ازاي ان الجهاز بتاعي لا يدعم ويندوز 11 لكن احنا بازن الله هنقدر نثبت عليه هذه النسخة. والرقي ويندوز 10 لويندوز 11 24 اتش تو. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي لا يفي هذا الكمبيوتر حاليا بمتطلبات نظام ويندوز 11. طبعا ما فيه شريح التي بي ام والمعالج لا يدعم ويندوز 11. طب ايه الحل? ده وقت كل ما هعمله هضغط على اغلاق. هقفل هذه الرسالة. وانتظر لحد يتم اغلاقها. بعد ما تم اغلاق الرسالة هنبدأ ننزل على شريط المهام الموجود على سطح المكتب ونيجي في خانة البحس. نكتب CMD. هيبدأ يظهر معي موجه الاوامر. هبدأ اعمله تشغيل كمسؤول خطوة مهمة جدا. اقول له نعم. وانتظر الحديد ما يبدأ يفتح معايا CMD. خطوة اللي بعد كده ان انا هروح افتح ملف استطب بتاع النسخة اللي انا فكت الضغط عنه. واروح على ملف اسمه Source. تمام? واجه هنا في اي مكان فاضي. ابدأ انسخ المسار بتاع ملف السورس بالكامل. اخده نسخ. اقفل ده بقى مش محتاجه. ارجع مرة تانية للCMD. ابدأ اكتب كلمة CD. مسافة. واعمل كليك يمين والسق والسق. المسار اللي اخدته من ملف السورس. واضغط على انتر من لوحة المفاتيح. وبعد كده هبدأ ااخد الامر ده. اللي انا بازن الله هتركه ليك في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو. وابدأ اعمله لسق. واضغط على انتر من لوحة المفاتيح. هيفتح معي مرة تانية شاشة استطب. وهنا تتجاوز متطلبات استوانة ويندوز 11 24 اتش تو. هيظهر معي طبعا تثبيت ويندوز سيرفر. مفيش اي مشكلة خالص. هو هيثبت لك في الاخر ويندوز 11 24 اتش تو. هضغط على التالي. هيبدأ يقولي التحقق من وجود تحديثات. انتظر. بعد كده هيقولي هيتم تجهيز بعض من الاشياء. بعد كده هيفحص جهاز الكمبيوتر هتلاقي حضرتك تخطيط متطلبات شركة ميكروسوفت. زي ما حضرك شايف كده دخلني على طول على الاتفاقية. قبل ما هواصل هوري لحضرتك ان انا عندي في المستندات ملفات سايبها. تمام? على جهاز الكمبيوتر في بعد تثبيت النسخة هنلاقي الملفات لم يتم المساس بيها والبرامج اللي انا مسبتها زي ما هي. هبدأ اضغط على الجول. الخطوة دي بقى المهمة ان انت هتاخد الخر الاولاني عشان تحتفظ بالملفات والاعدادات والتطبيقات. تمام? وتبدأ تضغط على التالي. هيتأكد ان انت جاهز للتثبيت. ويبدأ يعمل عملية تثبيت للنسخة. هيتم التحقق من التحديثات. بعد كده بيأكد لك ان الجهاز الخاص بيك جاهز على التثبيت. تمام? بيقولك تثبيت ويندوز حداشر بالرو. الاحتفاظ بالملفات والاعدادات والتطبيقات. هبدأ اضغط على تثبيت. بعد الضغط على تثبيت هتبدأ تظهر معاك الشاشة اللي هي الزرق ديت. وهيبدأ عملية اعادة آآ تشغيل فيها اكتر من مرة. وهيبدأ يتم آآ تثبيت نسخة ويندوز آآ حداشر اربعة وعشرين على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين الوصول لسطح المكتب بدون اي تدخل من حضرتك. الموضوع مش هياخد معاك وقت كبير لحد ديت ما توصل لسطح المكتب. زي ما حضرتك شايف كده قدرنا ان احنا نرقي جهاز بتاعنا من ويندوز عشرة الى ويندوز حداشر مع الاحتفاظ بالبرامج والتطبيقات. حتى الحاجات اللي انا كنت سايبها على سطح المكتب موجودة. لو دخلت على اللي هي المستندات بتاعتي. تمام? كنت انا سايب مجلد آآ جديد في بعض من الملفات. هتلاقي الملفات بتاحتك آآ زي ما هي نفس البرامج اللي احنا على سطح المكتب او مسبتينها على جهاز الكمبيوتر. هتلاقي حضرتك آآ موجودة زي ما هي ما حصلش فيها اي مشكلة. انا طبعا آآ دي النسخة بعد تثبيتها. طبعا برنامج الوين رار. واللي هو كنا شغالين بيه. وبرنامج انترنت ده موجودين زي ما حضرتك آآ شايف على الجهاز بتاعنا. بدون اي آآ تغير آآ على الجهاز. لو حبيت ان انا استعرض لك النسخة وبين لك ان هي ويندوز حداشر اربعة وشرين اتش تو. هضغط على مفتاح اللي هو الويندوز مع حرف الار. وبعدها نكتب كلمة آآ وين في اي ار. واضغط على موافق. هتلاقي حضرتك ظهر ليك على طول نوع نسخة الويندوز اللي احنا مثبتينها على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. هي ويندوز آآ حداشر اربعة وشرين اتش تو. طبعا آآ باذن الله انا سيب حضرتك آآ فترة تجرب النسخة. ولو حبيت ان انت ترجع لويندوز عشرة مرة تانية هعمل حضرتك آآ فيديو ازاي ترجع مرة تانية الى ويندوز آآ عشرة. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش الجديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منها كل جديد واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته